اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن تجربتي في علاج تضخم الطحال البسيط يعتبر علاج تضخم الطحال البسيط هدفا للكثير من المرضى في مختلف أنحاء العالم فالطحال أحد مكونات الجهاز اللمفاوي ويقوم بمراقبة خلايا الدم الحمراء والعمل على تصفيتها من كل ما هو تالف ويعمل أيضا على إنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم الأمراض ولكن في بعض الحالات قد يزداد عن حجمه وسنتحدث اليوم عن علاج تضخم الطحال البسيط في الحالات البسيطة هناك سلسلة من الأمور يتم تنفيذها لعلاجها أبرزها تغيير العادات الغذائية من خلال الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالزيوت والدهون المشبع المضرة للجسم اتباع حمية غذائية مناسبة تعتمد على تناول الجسم كافة العناصر التي يحتاج إليها تناول الأطعم الغنية بالمعادن والفيتامينات تناول الأطعمة المضادة لعملية الأكسادة ومن الأطعمة التي تحتوي على ما ذكرناه الخضار الفواكه الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون مختلف المأكولات البحرية الثوم الزنجبيل الأطعمة المضرة بالطحال يجب على المريض الابتعاد عن بعض أنواع الأطعمة التي قد تكون سببا لتضخم الطحال ولعل أبرزها الآتي منتجات الألبان المختلفة اللحوم المجمدة مثل الهامبورغر المواد الغذائية السكرية المواد التي تتكون من مكسبات طعم أو لون الزيوت المكررة مثل زيوت دوار الشمس الأغذية المعلبة الرياضة تعمل الرياضة على تحفيز الجسم على العلاج وتقوم بتنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان يعمل الطحال بصورة سلسة عند ممارسة الإنسان الرياضة بشكل منتظم ومن بين الرياضات المناسبة ما يلي المشي اليوغا تجنب التوتر والقلاق أثبتت الدراسات أن القلق والتوتر يسبب الكثير من المشاكل لأعضاء الجسم المختلفة يعتبر التوتر والضغط العصبي سببا للإصابة بتضخم الطحال ويفضل أن يقوم المصاب بممارسة النشاطات التي تهدئه إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوكم تسمون اللايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر